ليش القوة السنية جزء أساسي من كل الحكومات اللي تشكلت الآن الآن إذا ما تم تعديل قانون العفو العام ليش باقية القوة السنية ضمن تحالف إدارة الدولة أو شكوا باقية بالعملية السياسية إذا ما راح تقر قانون ممكن أن يكون سبب بإطلاق صراح الآلاف من جماهيرهم على الأقل وهذا السؤال بالتأكيد وجه إليهم هم من يجاوبونه لكن أنا في اعتقادي أن هؤلاء يظنون أنهم يحاولون إقرار هذه القوانين قبل الذهاب إلى مفترق الطرق لكن أنا في رأيي بقاءهم من عدمهم سواء وعليهم أن ينسحبوا أو يعلقوا مشاركتهم في العمل السياسي وهنا أوجه لهم نداء حقيقة أقول لهم كرامة لحقوق الإنسان في العراق كرامة للعراقيين جميعا لأنه ليس فقط العراقيين السنة المحتقلين هناك أطراف أخرى أيضا تعتقل هناك قوانين تسير في البلد دحوة هاوية اقتصادية كانت أو اجتماعيا أنا هنا أدعوهم عبر قناتك أن يعلقون عضويتهم في كل مفاصل الدولة يا دكتور عبدالقادر يا دكتور عبدالقادر هو السؤال المنطقي والجوهري من القوة السنية دكتور عبدالقادر القوة السنية الإطار وغير الإطار أي كتلة سياسية الآن غير الإطار سياسية تستغل سنة وتستغل الكرد لتحقيق مكاسبها ما القوة السنية الآن هي حيرة بمن يكون رئيس للبرلمان أنا ما حيرة بقانون العفو العام أنا ما سامع من أشهر ماكو تصريح واحد لأي زعامة سنية تتحدث عن قانون العفو العام ولا تتحدث عن جرف الصخر ولا تتحدث عن قضايا جوهرية هي بتماس مباشر مع الجباهير السنية ما هم ناسين هاي الأمور فليش نحتب لش تحصب برأس الإطار أو غير الإطار لأنه نحن نتكلم عن قضية ليس السياسية فقط قضية لها مردودات عن مستقبل العراق وعن تعايش السلمي في العراق وعن بناء الدولة وعن إنقاذ العراق مما هو قادم عليه نتكلم على أنه إطار التنسيق اليوم يقود النظام السياسي الحالي بفضل الفاعل الدولي والإقليمي فإن التاريخ لن يرحم طيب دكتور عبدالقادر عذراني لمقاطعتك لك وكتماكو